لضمان سير العمل دون توقف وتحديداً في الفترة السابقة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 شملت تحول الرقمي جميع الأقسام والإدارات في شركة البترول الكويتية فمن الاستراتيجية المعلوماتية إلى الاجتماعات الإفتراضية والتوقيع الإلكترونية وتيسير الأعمال من خارج المكاتب نجحت شركة البترول الكويطانية الكويتية في تحويل مختلف أعمالها إلى الإلكترونية لتضاف إلى تلك التي كانت معتمدة من قبل الشركة قبل حلول الجائحة فرضت جائحة كوفيد 19 تحولاً رقمياً لافتاً في العديد من الخدمات والتعاملات التي تقوم بها كوادر شركة البترول الوطنية الكويتية في مختلف المباني والإدارات التابعة لها البنية التحتية هذه ساعدت أن ننشئ منصة فيها برامج تقريباً أكثر من 30 برنامج يساعد الموظف أن يعمل من البيت يقوم بخدمات الشركة يعني العمل اللي كان يعمله بالدوام ممكن الآن قاعد يعمله بالبيت بأريحية كذلك يعني الفيرتشوال انفيرومنت ساعدت جداً بالاجتماعات واتخاذ القرار كان هناك اجتماعات على مستوى الأقسام اجتماعات على مستوى الإدارة تكون عن بعد ويوخذ فيها القرار أيضاً بالنسبة للمنصة المناقصات والعقود كانت فعالة جداً حتى أثناء الجائحة وكان لم يقف العمل هذا التحول الإلكتروني طبق وفق استراتيجية شاملة ضمنت الاستمرار في القيام بمختلف الأعمال والمهام بسلاسة ودون توقف استخدمنا التوقيع الإلكتروني هذا بالربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وكان الربط قائم قبل الأزمة هذا ساعد جداً أثناء الأزمة أن تم تفعيل البرامج أن نستخدم التوقيع الإلكتروني في إصدار مذكرات ديجيتلي يعني بدون ورق تتم الممارسة الموظف تتم البيت يحضر الرسائل يبعثها عن طريق الجهاز وتوصل متوقعه وطبعاً التوقيع ما له يكون موثق عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهذا ساعد أن نعمل في بيئة صديقة ما في ورق عندنا برامج قاعدين نستخدمها لعقد الاجتماعات عن بعد حتى لو الموظف يكون موجود على رأس عملاً مكتبة ما يحتاج يروح قرفة الاجتماعات لا من المكتب يدش على الأنظمة هذه وعندنا كذلك الموظف لو يحتاج بعد ساعات العمل أنه يدخل على بعض التطبيقات ما قمنا في توفيره من منصات إلكترونية سهلت وقت الجائحة الدخول إلى هذه التطبيقات لا تزال التطبيقات هذه متوفرة ومتاحة حق الموظف شركة البترول الوطنية الكويتية تواصل من خلال المشرفين على استراتيجية التحول الإلكتروني استكمال مختلف المراحل بما يتناسب وطبيعة العمل ويوفر إنتاجية أفضل جهان حبيب تلفزيون دولة الكويت